موسيقى وزعت حكومة بلد المحلية المنحة المالية لعوائل الشهداء في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين والذين شكروا التفاتة محافظ صلاح الدين لرعايتهم مشيدين بدوره لرفع المستوى الخدمي للمدينة البداية أشكر حكومة المحافظة محافظ وأشكر أبو مازين نشكر حكومة المحلية القائمة قامية المجلس البلدي على هذه المبادرة القيمة لدفع من المال إلى عوائل الشهداء أكيد أن هذه الدفعة من المال ترعى الأيتام ترفع من معنوياتهم يعني شوية تمدهم إلى أيام بعيدة للتفكير في الفقر نأمل من الحكومة المحلية وحكومة المحافظة أيضا الناشد أبو مازين والمحافظة أيضا الناشدهم على أن لا ينسوا عوائل الشهداء وإن كان هذه الفترة من سنة جاي أبو مازين والمحافظ يعني مهتمين شوية بلد عوائل الشهداء في قضاء بلد ثمنوا جهود جميع المساهمين لهذه المبادرة وإن كانت متأخرة مطالبين بزيادة الاهتمام بهم نثمن ونشكر جهود المساهمين بهذه المبادرة الطيبة ولو جاءت متأخرة بعد مضي فترة زمنية طويلة لكنها يعني بمعنى الكلمة قد تفيد في الآونة الأخيرة ونشكرهم جميعا ونبارك خطوتهم جبارة نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله نحن نشكر حكومة بلد وعلى رأس القائم مقام قضاء بلد أستاذ عامر على الجهود هذه ونشكر الجهات المعنية كافة اللي سعت بهذا الموضوع نحن موضوع كان كل شيء حلو مبادرة حلوة من حكومتنا المحلية فنحن نطالب عوالي الشهداء نطالب بالاهتمام أكثر بعوالي الشهداء والجرحة اللي ضحى واللي قاتلها ونطوا دماؤهم من أجل هذه المدينة فنريد أكثر بعوالي الشهداء والجرحة وتأتي هذه المبادرة للوقوف على ما تحتاجه عوالي الشهداء والوقوف معهم من قضاء بلد لفضائية صلاح الدين علي البلداوي